في اطار حرص وزارة الداخلية واهتمامها بتأمين موسم عاشورة وتعزيزا لاستراتيجية الشراكة المجتمعية والتوصل البناء مع كافة الفعاليات والاطياف المجتمعية استقبل الفريق اول معالي الشيخ راشد بن عبدالله الخليفة وزير الداخلية صباح اليوم بنادي ضباط الامن العام سعادة السيد يوسف بن صالح الصالح رئيس مجلس ادارة الاوقاف الجعفرية وعضاء هيئة المواكب الحسينية وعددا من رؤساء المآتم وذلك في اطار التعاون والتنسيق بشأن تنظيم فعاليات عاشورة وفي بداية اللقاء نقل معالي وزير الداخلية للحضور الكريم تحيات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه وصاحب السمو الملكي الامير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء المقر حفظه الله ورعاه وصاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الاعلى النائب الاول رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه مؤكدا معاليا حرية ممارسة الشعائر الدينية مكفولة للجميع وفقا للتقاليد المرعية في البلاد وفي اطار القانون وانطلاقا من قيم ومبادئ المشروع الاصلاحي الشامل لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدة حفظه الله ورعاه منوها الى ان تنظيم الفعاليات والمناسبات الدينية في اجواء امنة ودون ارتكاب اي تجاوزات او مخالفات قانونية يسهم في تحزيز الصورة الحضرية التي تتمتع بها مملكة البحرين واوضح ان الخطة الوطنية لتعزيز الانتماء الوطني وترسيخ قيم الموطنة ومن خلال مبادراتها المتعددة اعلت من قيم الولاء والانتماء للوطن وكلما من شأنه المحافظة على القيم والعادات والتقاليد الاصيلة لابناء البحرين الاوفياء الامر الذي يتطلب التمسك بهويتنا الوطنية وتجدب كلما من شأنه المساس بالسلم الاهلي وتهديد النسيج الاجتماعي موضحا ان التعاون والتنسيق والشراكة المجتمعية بين الاطراف المعنية بشأن موسم عشراء من شأنه المساهمة في احياء هذه المناسبة بالشكل المطلوب وضاف انه في اطار تحمل الجميع لمسئوليته فان القائمين على الشعائر الدينية يقع عليهم عبء المساهمة في ضبط الاوضاع من خلال عدم السماح باستغلال المآتم والمواكب الحسينية في تحقيق اهداف بعيدة عن جوهر هذه المناسبة كأن يتم رفع شعارات او صور لشخصيات دينية او سياسية او احزاب اجنبية وهو امر مرفوض وسوف يتم مراقبته ولن يسمح به وشدد معالي على دور هيئة المواكب الحسينية ورؤساء المآتم في المحافظة على خصوصية المنبر الديني واقامة الشعائر دون اي تجاوزات او مخالفات حيث يجب ان تظل المناسبات الدينية في اطار طابعها الروحاني موجها معاليها الاجهزة الامنية لتلبية احتياجات المآتم والمواكب واتخاذ كافة الاجراءات من اجل الحفاظ على الامن وتسهيل حركة المرور وتوفير الاجواء الامنة في هذه المناسبة من جهتهم عبر رئيس مجلس ادارة الاوقاف الجعفرية وعضاء هيئة المواكب الحسينية ورؤساء المآتم عن بالق شكرهم وتقديرهم لمعالي وزير الداخلية على تعاونه وحرصه على تهوفير كافة التسهيلات لانجاح احياء ذكرى عاشراء واكدين على ضرورة التصدي لكل من يحاول استغلال هذه المناسبة والمساس بقدسيتها وضرورة دعم الخطاب الديني المعتدل ونبذ الطائفية في اطار العمل على تعزيز اواصل المحبة والاحترام بين افراد الشعب البحريني اشتركوا في القناة